بسم الله الرحمن الرحيم في البداية انا الدكتور احمد عطية دهشان حابب انوح في البداية ان الحلقة اللي هنا مخصصة للاطباء واذا كنت غير متخصص بتشاهد الحلقة بتاعتنا لا منع شاهد الحلقة لكن قبل ان تستخدم اي ادوية الرجاء ثم الرجاء ثم رجاء ارجع لطبيبك قبل استخدام اي دواء فقد يكون هناك تداخلات دوية خلونا نبدأ في البداية اول حاجة نتكلم فيها عن رشدة المولود الجديد ما نجي نتكلم عن رشدة المولود الجديد هنقول ان فيه اربع حاجات اساسية اول حاجة بنكتبها بنكتب حاجة لتجنب عدوى العين بشكل خاص وبنكتب حاجة تانية لتجنب العدوى بشكل عام وبنكتب حاجة تالتة لحماية الجلد وبنكتب حاجة ربعة للتجذية اه في حالة ناصل تجذية يلا نمسك واحدة واحدة كل حاجة من من الاربع حاجات دي اه بحيس ان احنا نبقى فاهمين في حالة التجذية اه عند اللزوم بنكتب حاجة اسمها البيبي درينك ده بنكتبه عند اللزوم اه بنكتب اه لحماية الجلد بنكتب الجونسون بيبي اه اه اويل اه وفي حالة لتجنب العدوى بشكل اه عام اه بنكتب حاجة اسمها الالكوهول فور امبلاكياس ولتجنب عدوى العين اه بشكل خاص بنكتب حاجة اسمها توبرين اي دروب الرشيتة التانية اللي معانا في الحلقة بتاعتنا النهاردة رشيتة لعلاج الصفرة بعد الولادة بصوا يا جماعة ما نجي نتكلم عن رشيتة لعلاج الصفرة بعد الولادة لازم نبقى فاهمين حاجة كويس قوي ان الطفل في حالة وجود الصفرة بيعرض لضوء ابيض للتخلص من الصفرة بعد الولادة يبقى ايه الطفل بيعرض لضوء ابيض للتخلص من الصفرة بعد الولادة هناك اصناف ادوية تكتب يعني طبيب الاطفال تخصص طبيب الاطفال بيكتب له حاجة بيبقى فيها فيتامينات متعددة زي فيتامين ا الف و فيتامين ب و فيتامين سي و فيتامين دي مجموعة من الفيتامينات بيكتب له فيه حاجات كتيرة جدا موجودة في الماركت لكن كل اللي انا عايزكم تعرفوه ان الطفل يعرض لضوء ابيض للتخلص من الصفرة بعد الولادة من خلال اللي هو بيسموه العلاج بالضوء او الفوتو ثيرابين وكده تكون خلصة الحلقة بتاعتنا النهاردة شكرا ليكم على طيب المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته